شكراً جزيلاً السيد رئيس المجلس الأوروبي، السيد رئيس الاتحاد الأفريقي، السيد رئيسة المفاوضية الأوروبية، السيد رئيس مفاوضية الاتحاد الأفريقي، سيدتي سادتي رؤساء الدول والحكومات، السيدة رئيسة البرلمان الأوروبي سيدتي سادتي رؤساء ورئيسات البنك المركزي الأوروبي بيسي والبنك الدولي والصندوق النقد الدولي وهيئة أيف المدراء العامين للبنوك الإنمائية الإقليمية السفراء الأعزاء سيدتي سادتي أصدقاء الأعزاء لقد قيل كل شيء على لسان الرئيسين الذين سبقان في الحديث وبالتالي سأختصر إننا نلتقي بعد مرور أربع سنوات على لقائنا في أبيجان في أرض الكرم وحفاوة الاستقبال في كود ديفوار وأشكر الرئيس الحسن وطرال الذي استقبلنا أنا ذاك وأشكر شارك ميشيل الذي قد سمح لنا بأن نلتقي من جديد نحن كأوروبيين وأنتم كأفارقة وقد بيانت أن هناك الكثير من التحديات منذ أربع سنوات حاولنا أن نحول الأمور إلى الأفضل من خلال وضع جدوى لأعمال فيه الكثير من الإرادة الطيبة فلدينا مبادرة من أجل التعليم من باب الأولوية للأطفال والبنات وحمل لواء هذه المبادرة السيد ماكيسال وهناك أيضا الجدار الأخضر في أفريقيا ومؤتمر المحيطات الذي انعقد منذ بضعة أيام في بريست لقد استطعنا أن بلويرا محور مشترك أوروبي أفريقي وذلك لتجسيد مصيرنا المشترك دون أن نقع في فخ الأنانية الوطنية لقد قلنا بتطوير عدة استثمارات للجهود في مجال السلم والأمن والفرص الاقتصادية والتعليم وهنا أؤيد تماما فكرة رد الممتلكات الثقافية التي أشار إليها الرئيس ماكيسال التو واستثمرنا في مجال الرياضة ومعا كذلك واجهنا هذه الأزمة الصحية وهذه الجائحة التي قد قلبت جداو الأعمال لنا رأسا على عقب وأودا أشكر الرئيس موسى فكي ورئيس جنوب أفريقيا أيضا على جهود التي بذلها فإن مبادرة أكرة قد تم صياغتها بشكل مشترك فعلا واستطعتم أن تحملوا لواء هذه المبادرة في أفريقيا وفي أوروبا لوضع استجابة مشتركة وإقناع شركائنا في مجموعة العشرين بأن نمضي قدما معا على أساس التعاون إن أفريقيا تواجه تحديات نعرفها ونشاطرها ولكن هذه التحديات أعظم بكثير على الضفة الأفريقية فإن أول تحدي هو النقلة الرقمية والترابطية والاتصال بالإنترنت والتحدي الثاني هو التحدي المتعلق بالمناخ وهو تحدي جسيم بالنسبة للقارة الأفريقية فينبغي كما ذكرنا بذلك الرئيس أن نبني البنية التحتية الأساسية مع مراعاة القيود التي لم تكن مفروضة آنذاك على البلدان الأوروبية عندما أقبلت على إرساء مجتمعاتها الصناعية منذ بضعة سنوات إذن نحن نحتاج إلى نقلة مناخية تتطلب نقلة مناخية وصناعية ورقمية نحتاج كذلك إلى نقلة في مجال الطاقة بالتعاون بين عدة أقاليم فهناك عملية جارة على قدم وصاق ويطلع في كنفها المنظمات الإقليمية بدور كبير فأحيي دور البنوك الإنمائية الإقليمية والاتحاد الأفريقي نحتاج كذلك إلى نقلة ديمغرافية سكانية وهي عكس ما نشهده في أوروبا تماماً فأن قارتكم أنتم القارة الأفريقية تسخروا بالشباب أكثر من غير من مناطق العالم وهناك عدة تحديات إن لم نساعدكم على توفير فرص سانحة لهذا الشباب الأفريقي وفي أوروبا فنشهد بالأحرى ميل إلى التشيخ فيما يخص سكاننا وفي مواجهة هذه التحديات فإن أفريقيا قد واجهت فضلاً عن ذلك أزمتين إضافيتين أزمة الإرهاب وخلخلة الاستقلال في الدول الأفريقية وقد عشنا للأسف هجمات إرهابية في قلب أوروبا أيضاً وإن داعش والقاعدة قررت أن تمضي قدماً للانتشار في أفريقيا في منطقة السهل الأفريقي وفي القرن الأفريقي وفي جنوب أفريقيا نشهد أيضاً تقدم لبعض المجموعات الإرهابية التي تضربت فيما بينها على صعيد الدولي وتبني رفاهها على البؤس والشقاء وتستغل هذه الفرصة لتوفير فرص للتجنيد والالتحاق بصفوفها وهناك صدمة ثانية قد عانت منها أفريقيا على غرار ما عانت منه أوروبا وهي صدمة جائحة كوفيد وكان من الصعب استيعاب هذه الصدمة في أفريقيا فهذه الصدمة كانت صدمة صحية ولكن أيضاً صدمة اقتصادية اجتماعية قد داهمت اقتصادات أكثرها شاشة في البلدان على طريقها نحو النمو وبالتالي فإن هناك تكاليف باحدة ترتبت على هذه الأزمة لم يتمكن كل من الاقتصادات الأفريقية أن يستوعبها هناك 235 مليار يورو استفمرناها وذلك يبين أننا بحاجة إلى مبالغ إضافية بفضل ما تم صرفه حتى الآن إن مؤتمر القمة الذي نعقده اليوم ينعقد في مناطف حرج واستثنائي للغاية فنحن كأوروبيين نحاول أن نرسي تحالفاً جديداً أي أن نعتمد استراتيجية فريدة من نوعها واستثنائية لمساعدة أفريقيا على النجاح أو ربما الفشل وإن النجاح لن يكون إلا نجاحاً مشتركاً فإن لم تنجح أفريقيا فإن أول متأثن سلباً بفشل أفريقيا سيكون القارة الأوروبية وبالتالي لا مفر أمامنا إلا أن نبني معاً هذا التحالف الجديد وأن نمضي قدماً معاً ينبغي أن نقوم بهذه الشراكة معاً وأن يقوم طرف واحد فقط بالعمل نيابةً عن الآخر نحتاج إلى خارطة الطريق لكي تعكس هذا الطموح الجديد وفي خارطة الطريق نضع مشروعات ملموسة ومؤتمر القمة سينبثق عن إعلان سياسي وأشفع بهذا الإعلان قائمة بالمشروعات التي ستذكرنا بها رئيسة المفاوضية الأوروبية هناك 150 مليار يورو من الاستثمارات على مر سبع سنوات ومشروعات ملموسة ستسمح لنا بأن نعيد النظر في علاقاتنا بأن نبني مشروعات بين التالين والومي وبوكارست وأبيتجان إذن سيكون هناك ترابط محلي وسنعقد سبعة اجتماعات من طراز اجتماعات المائدة المستديرة وسننظر في الحلول الملموسة التي سنرد بها على التحديات التي أثارها السيد ماكيسال أننا سننظر في مسألة إصدار حقوق السحب الخاصة والسماح بإعادة توزيعها إما من خلال إعادة توزيع ما هو موجود فعلا من حقوق سحب خاصة وذلك سيتطلب مساعدة البنوك الإنمائية الأفريقية أو من خلال اعتماد الآلية القائمة على الميزانية ونحتاج كذلك إلى التركيز على قطاع النقل فنحن قد ذكرنا بأهمية البنى التحتية في مجال النقل وهناك عدة مشروعات جارية على قدم وساق وينبغي أن نوفر التمويل لتفعيل هذه المشروعات لصالح الشباب الأفريقي وهناك مشروعات ملموسة أخرى مثل مشروع الشبكة الأوروبية وهذا مشروع حقيقي ستتزود به أوروبا لكي تسمح بتوصيل الإنترنت لمختلف أرجاء القارة الأفريقية أيضا إن لم يكن هناك إمكانية للاتصال الإلكتروني لن يكن هناك إمكانية نشر خدماتنا في عدة مجالات إذن الاتصال بالإنترنت موضوع مهم والمحور الثالث هو السلم والحوكمة وينبغي نضع لمسات الأخيرة على ما اتخذنا من تدابير لصالح منطقة السهل الأفريقي وخليج غينيا ينبغي أن نضع حلول جديدة فإن رواندا بمعية جماعة الإنماء في جنوب أفريقيا صدق قد استطعت أن تتوصل إلى حلول ناجعة في منطقة قناة موزنبيق إذن ينبغي أن نوفر التمويل لهذه العمليات وأن نقنع الأمم الأخرى في الأمم المتحدة بأن ترافقنا في هذه الجهود المشتركة والاجتماع الرابع سيتناول موضوع الاندماج الاقتصادي وعلى غرار الاقتراح الذي تقدم به الرئيس ماكي ساليا ينبغي علينا أن نساعد على التقليل من مخاطر القارة الأفريقية وذلك لمساعدة القطاع الخاص على الاستثمار بشكل أكثر كثافة في تمويل مشروعات ملموسة لدينا شباب وتقاتل كامنة إنمائية وبالتالي نبغي أن نستقطب رؤوس الأموال والتمويل من القطاع الخاص لتفعيل هذه المشروعات وتوفير فرص في الاقتصاد الرسمي لهؤلاء الشباب ليطلقوا العنان للطاقاتهم الكامنة المحور الخامس هو اللقاح وقد أشار إليه الرئيس وأمامنا تحدي فأوروبا هي أهم الجهات المانحة التي وفرت اللقاحات لأفريقيا كنا أول المساعدين وأول المرافقين والمواقبين للكارة الأفريقية إن أوروبا هي أول منطقة لإنتاج اللقاحات ومنذ بداية الأزمة كنا أكثر الأقاليم انفتاحا لم نمنع أبدا تصدير اللقاحات ونمنضع أي قيود على التصدير إننا كنا دائما ننتج ونصدر والآن فإننا سنركز على الإنتاج فإن أفريقيا تنتج 1% فقط من الجرعات المستخدمة في أفريقيا وتستورد اللقاحات الأخرى وبالتالي نبغي أن نعزز القدرات الإنتاجية في أفريقيا هناك المحور السادس فيما خص التعليم والتدريب المهني وهناك عدة تحديات سأكتفي بذكر اثنين منها للنجاح في مواجهة هذه التحديات فإن القارة الأفريقية تحتاج إلى أن نساعدها في تطوير التعليم العالي والتعليم المهني وكذلك التدريب أي تأهيل الشباب ليتسنى لهم تنفيذ المشروعات التي تحتاج إليها القارة إننا في كثير من الأحيان كنا نبني علاقاتنا على أساس أن نشرح للشباب الأفريقي بأنهم لن يستطيعوا الدخول إلى الجامعة في أفريقيا ولكن ستعين عليهم أن يبحثوا عن التعليم العالي في مناطق أخرى غير أفريقيا وقد أن الأواني التغيير ذلك ينبغي علينا أن نضع حد لشبكات المهربين للمهاجرين وأن نضع سياسات لتمكين العودة إلى الوطن فهناك مثلا أفراد لن يحظوا بالحماية الدولية لأنهم لن يصنفوا ضمن اللاجئين وسيتعين علينا ترتيب عودتهم إلى وطنهم وهناك مشروعات أخرى مثل مشروع الجدار الأخضر وهو من أهم المشروعات الإمائية في القارة الأفريقية إذن كل ذلك قد وضعنا معالمه وينبغي أن نضع لمسات الأخيرة على هذه المشروعات لوضع أسس تحالف جديد ينبغي علينا أن نبدأ بالرد والاستجابة لهذه التحديات والصدمات التي أشرت إليها آنفا بالنسبة لجيلنا فإن هذه مسؤولية تلقى على عتقنا هذا واجب وفرصة سانحة لم يسبق لها مثيل ولا يسعنا إلا أن نتحلى بالطاقة اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وإنجاحها وينبغي أن نجد الحل للمشكلات التي أشرت إليها أنت السيد ماكيسال رئيس السنغال فإنكم قد كسبتم كأس الكرة الأفريقية في مؤخرا وبالتالي النجاح ممكن ينبغي أن نبني هذا التحالف الجديد لأجل شبابنا هذا ليس من المستحيل وسمستطيع أن نعكف على ذلك معا في الأيام المقبلة ترجمة نانسي قنقر